إنه الزوجة تاعي قالت لي ما نحرقه؟ قالت لي أنا ما عندي ما عنديش مستقبل في هذا الوضع بالتحديد نحرقه أنا قلت أنا ما نحرقش أنا إما نخرج بطريقة شرعية أو لا فغضبته راح تلدرب بها لمدة ستة أشر ويتخمم في طريقة للهجرة غير الشرعية وخلتي لأولاد لأنها تفكرت أحرق هذا ما هو ش سبب جدي لخليني نغادر مقر الأسرة بينما إحدهن لا غادرت بسبب جدي كانت لبسع لها عائشة مع عشرين سنة وهي لبسع لها لا تشتكي من شي ابتلاها الله عز وجل بمرض مرض خطير فما لقاتش ليقف معها إلا بابها وخاوتها راح تلعنتهم دخلوها للمستشفى دلها الإهمال العائلة دت براءة في الجلسة لأنه سبب جدي أنا غادرت مقر الأسرة مش حبا في المغادرة ولكن كان سبب طبي ليخليني نغادر مقر الأسرة الأغرب من ذلك سي